اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استثمار المملكة للبطولات الرياضية وتسخيرها لدعم الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والتنموية واكد سموهو ان النجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في انجاح هذه التظاهر العالمية والتي استقطبت انظار العالم على مدى ثلاثة ايام متواصلة مؤكدا سموهو ان نجاح النسخة الحالية من سباق البحرين للفورميلا وان تمكنت من تعزيز مكانة مملكة البحرين على ساحة الدول الجاذبة للبطولات العالمية واظهر ما تتمتع به المملكة من قدرات كبيرة وانجازات تنموية في مختلف المجالات وثمن سموهو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة جهود اسرات حلبة البحرين الدولية قبل واثناء استضافة السباق مؤشدا سموهو في ذات الوقت بالكفاءة العالية التي تتحلى بها الكوادر الوطنية الشابة والتي حملت على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا الحدث العالمي وتمكنوا بفضل حبهم لوطنهم من تسخير كل خبراتهم في تسبيل اظهار السباق بحلة تنظيمية زاهية منوها في ذات الوقت بتكامل الادوار بين كافة الجهات الحكومية والخاصة والتي هيأت البيئة المثالية لنجاح السباق اشتركوا في القناة